في الوقت الذي تشرع فيه بعض المجالس البلدية المنتخبة حديثا عملها تصارع أخرى لتقاسم اللجان الدائمة وضعية مستعصية جعلت المنتخبين يبحثون عن منفد وحلحلة الأزمة بمخرج قانوني واضح نحن ذو كمنتخبين جودة عندنا كتلة حجر في جبهة تحرير 9 مقاعد من أصل 19 مقاعد أي ميوة عادل 48% من مجموع المجلس الوضع ذو كوش راهو صاري رئيس البلدية راه ينفارد بتشكيل المجلس راهو همشنا قاع راهو خرجنا خارج البلدية وهذا شيء ذكر حنتبتو حبي يقول حنا الناس اللي صوتوا علينا ما راحش ننجموا أصلا أصلا اللي حقول ما طالبتا حم قوائم فائزة نتيجة الانتخابات ومحرومة من عملها بسبب سوء تطبيق المادتين 35 و65 نحن رأنا هنا يفعل خرق القانون المادة 65 اللي تقول باللي الأغلبية القائمة الأغلبية المطلقة ليخرج منها رئيس البلدية ولكن في بلدية القبار أنا نشوفه فيها العكس لأن الولي المنتدب لحسين داي قرر في الآخر باش يكون زوج كل قائمة يترشح القائمة على المستقبل التي تحصلت على 21 مقعد والقائمة على التحالف التي تحصلت على 12 هذا خرق القانون الأول أما الثانيين هو خرق المادة 35 من قانون البلدي على تنصيب أعضاء اللي جاء نحن نطالب السلطات خاصة الولي وليد جزائر وليد المنتدب للدائرة الإداءة لحسين داي بالتدخل الفوري لتطبيق المادة 35 وإعطاء لكل دي حق حق حل للأزمة يرضي كافة الأطراف وينهي مسألة الانسدادات التي باتت تهدد العديد من المجالس عبر ولايات الوطن هو ما يطلبه المواطن اليوم كونه الخاسر الأكبر في القضية نحن مدى بين الوقت اللي يراهم هما داخلين في النزاعات ما بينتهم يروحوا يجروا على المواطن يروحوا يجروا على المواطن يشوفوا إنشغالات المواطن إيجاد حل توافقي والبحث عن صيغة قانونية بات حتمية وإلزامية في انتظار إعادة النظر في قانون البلدية لتفادي تكرار السيناريوهات وهذا خط القوانين للمادة 1560 والتنصيب الرئيسي البلدية والمادة 35